اشتركوا في القناة هناك سببان على الاقل سبب ثقافي فكري وسبب سياسي السبب الثقافي الفكري يتمثل في ما يمكن ان اعتبره بتقارب فكري بين ما يسمى بالسلفية وحركة النهضة لان اذا اعتبرنا السلفية في بعدها الفكري حركة النهضة في حد ذاتها حركة سلفية اذا اعتبرنا ان السلفية هي مقولة من مقولات الاصولية وحركة النهضة نعرف لحد الان انها تبقى محافظة على هذا التراث الاصولي وفي هذا الاطار فان حركة النهضة كما السلفين لم يطوروا من خطابهم السياسي كي يمر من مرحلة الدعوي الديني الى مرحلة الخطاب السياسي الذي يؤمن بالاخر الى حد الان نسمع من قيادات مرموقة في حركة النهضة تخاطب خصومها السياسيين باعتبارهم خارجين عن الاسلام وكفار وبطبيعة الحال اذا تم اعتبار هؤلاء الخصوم السياسيين خارجين عن الدين تصوروا بالنسبة لي شخص عادي شاب يعني منفعل ويعني متخمر بهذه الافكار الدينية السياسية في نفس الوقت طبيعي جدا سيمر الى العنف السياسي في شكله الخطير جدا وهو الارهاب ما تشهده تونس حاليا هو ارهاب بأتم معنى الكلمة في نفس هذا السياق لا يوجد هذا الفرق بين السلافية وبين حتى انصار حركة النهضة لاننا نحظنا ان هذا العنف السياسي في مدينة التطوين لم يقوم به السلافيون بل قامت به ما يسمى بلجان حماية الثورة وهذه التجان التي تشكلت لحماية حركة النهضة على حساب خصومها السياسيين والذي ادى الى مقتل يعني مواطن تونسي تنتمي واعترفوا بذلك وكل التونسيون يعرفون ذلك ما عدا حركة النهضة التي تريد التواطع لهذا هذا التقارب الفكري في الحقيقة خلق وضعية سياسية ما هي هذه الوضعية السياسية؟ ان حركة النهضة ارادت ان تستعمل ورقة السلافيين في البداية ضد خصومها كي تبين لشعب تونسي اذا كنتم ضد الطيرات الدينية المتطرفة فهذه هي الصيغة الدينية المتطرفة وبالتالي عليكم ان تقبلوا بناء كصيغة وسطية كما يقولون وان كان هذا كلام فيه نفاق سياسي كبير حسب اعتقال اشتركوا في القناة